بحث وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي مع ناظره الإسباني خوسي منول البرس العلاقات الثنائية وعدد من القضايا على رأسها القضية الفلسطينية وذلك في مستهل زيارته إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وثمن وزير الخارجية موقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية خاصة قررها الحكيم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية معربا عن تطلع مصر لاعتراف مزيد من الدول بالدولة الفلسطينية باعتباره ركيزة رئيسية لتحقيق السلام بالشرق الأوسط